السلام عليكم قمنا في الحلقة السابقة بشراء دومين من موقع نيمشيب وقلنا في هذه الحلقة أننا سوف نقوم بربط الدومين بالمدونة الخاصة بنا مدونة بلوغر.com إذن قبل أن نواصل في الموضوع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نقوم بتنزيله على القناة بعد أن تقوم بعملية شراء الدومين الخاص بك من موقع نيمشيب يبقى فقط خطوة الربط تقوم بالدخل إلى لوحة التحكم الخاصة ببلوغر بعدها تتوجه مباشرة إلى الإعدادات تقوم بالضغط على الإعدادات بعدها تقوم بالنزول سوف تجد إعدادات النشر أو عنوان المدونة كذلك النطاق الخاص ماذا تفعل؟ تقوم بالضغط على النطاق الخاص بعدها مباشرة تتوجه إلى نيمشيب تقوم بنسخ الضمين الخاص بك هذا هو الضمين الخاص بنا تقوم بنسخه هكذا وبعدها تعود إلى لوحة التحكم تقوم بكتابة www.arubaz وبعدها تقوم باللسق الرابط الخاص بك بعدها تقوم بالضغط على حفظ سوف تظهر معك بعض الأكواد التي يجب عليك إدخالها في نيمشيب كما ترون هنا فقط قبل ذلك نعود إلى نيمشيب ماذا تفعل؟ عندما تقوم بالدخل إلى هذه الواجهة لديك طريقة للربط إما تقوم بالضغط في هذا المكان سوف تنبسق معك هذه النفذة تقوم بالضغط على Advanced DNS تقوم بالضغط على هذا الخيار أو مباشرة تقوم بالضغط على Manage يعني نفس الخيار تقوم بالضغط على Manage بعدها تختار Advanced DNS يعني نفس الخيار نقوم بالضغط عليها هكذا ننتظر قليلا رئيس ما يتم التحميل كما ترون بعد الدخول سوف تجد في الخانة الأولى هنا انظر سوف تجد C-Name Record و URL Redirect Record سوف نقوم بحزفهم يجب عليك حزف هذين الخيار هكذا يعني فأنت لا تحتاجهم فأنت لا تحتاجهم سوف نقوم بحزفهم هكذا ننتظر قليلا رئيس ما يتم الحزف نقوم بحزفهم مع بعض تم حزف الأول وتم حزف الثاني إذن بعدها نقوم بالضغط هنا انظر Add New Record تقوم بالضغط عليها بعدها تقوم باختيار C-Name Record هنا تقوم باختيار C-Name Record انظر هنا Host و Value نتوجه مباشرة إلى هذه الخانة أو هذه النفذة التي ظهرت لنا نقوم بنسخ W الاسم الأول هكذا قم بنسخه يعمل نسخ Copy بعدها عد إلى هنا وقم بنسخه في الخانة الأولى قم بنسخه في الخانة الأولى هكذا وبعدها قم بالرجوع وقم ب GHS Google.com قم بنسخه كذلك Copy وبعدها قم بلسخه في الخانة الثانية GHS Google.com وبعدها قم بالضغط على Save وتم حفظ C-Name الأول بعدها نقوم بحفظ C-Name الثاني نقوم بالضغط على Added C-Name Record بعدها نعود إلى المدونة نقوم بنسخ الاسم الأول هذا انظر هذا الكود الأول حتى إلى هنا نقوم بعمل نسخ ونعود إلى D-N-S نقوم بلسخه في الهوست هنا Pist أما بالنسبة إلى الكود الثاني انظر من أين يبدأ من هنا هذا هو الكود الثاني نقوم بنسخه Copy بعدها قم بوضعه كذلك في هنا Target Pist هنا أتركها كما هي وبعدها قم بالضغط على Save وبهذه الطريقة تكون قد قمت بإضافة C-Name بقيت خطوة واحدة وهي إضافة سجلات A4 لإعادة التوجيه أول شيء نعود إلى هنا بعدها نقوم بالتوجه إلى هذا الرابط أو الضغط في هذا المكان رابط الصفحة حتى نقوم بإضافة سجلات A4 لإعادة التوجيه حتى لا نقع في المشاكل فيما بعد ننتظر إذا ما تتم تحميل الصفحة نعم هذه سجلات A4 التي يجب علينا إضافتها كما نرى هنا سوف نقوم بإضافة سجلات A4 أول شيء نقوم بنسخ هذا الأدرس أول شيء بعدها نعود إلى هنا نفس الصفحة التي كنا فيها نقوم بإضافة Add New Record نقوم بالضغط عليه ونتركه في A Record يعني A Record وهنا نقوم بكتابة AroBuzz وهنا نقوم بوضع الأدرس الأول ونقوم بالضغط على حفظ ونكرر العملية مع باقي العنوين الأربعة نقوم بنسخ العنوان الثاني Copy ونقوم بإضافة Added Record هنا نقوم بوضع AroBuzz وهنا نقوم بالضغط على Paste وبعدها نقوم بالضغط على Save ونقوم بالضغط على Add New Record نقوم بنسخ العنوان الثالث هكذا المعزيرة Copy نعود إلى هنا ونقوم بإضافة AroBuzz ونقوم بلسقه وبعدها نقوم بالضغط على حفظ ونكرر نفس الشيء مع العنوان الأخير نقوم بنسخ العنوان الأخير هذا هو الفرق بين هذه العنوان أنظر 32 34 36 38 نعود إلى هنا نقوم بإضافة نعم قمنا بإضافة المعزيرة هذا هو هنا أنظر 32 34 38 والآخر 38 المعزيرة نقوم بلسقه هكذا وبعدها نقوم بالضغط على حفظ هكذا وبعدها نعود إلى المدونة يعني قمنا بإضافة C-Name 2-C-Name الخاص ب Record الخاص بBlogger وسجلة A4 نعود إلى المدونة الخاصة بنا وبعدها نقوم بالضغط على حفظ بهذه الطريقة نكون قد قمنا بربط الضمين بي المدونة بقيت فقط بعض الخطوات التي يجب علينا عملها وهي نطاق إعادة التوجيه تفعيل هذه الخانة وتفعيل خانة HTTPS نقوم بتفعيل هذه الخانة الأولى سوف يتم تفعيل معها تلقائيا الخانة الثانية لحماية الموقع الخاص بنا بعدها سوف نقوم بعرض المدونة حتى نرى هل تم كما نرى لم يتم ضبط الإعدادات بعد سوف ننتظر قليلا ريسما يتم معالجة الإعدادات وبعدها نرى هل يتم تحديث المدونة أو لا إذن بعد مرور نصف ساعة تقريبا سوف نقوم بإعادة تحديث الصفحة يعني انتظرنا فقط نصف ساعة ربما اشتغلت وربما لم تشتغل فقط ننتظر تم ضبط إعدادات المدونة وأصبح يشتغل الضمين بشكل عادي جدا هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم كيفية ربط الدومين بالمدونة الخاصة بنا نلتقي في موضوع آخر وفي فيديوهات أخرى السلام عليكم